حاجة تانية اللي عايز اقولها في عجالة برضو النهاردة او اول اول امبارح كانت ذكرى مقامون الشناوي ذكرى رحيم مقامون الشناوي ومقامون الشناوي واحد من عظام وكبار شعراء الاغنية المصرية صاحب مدرسة في الشعر الوطني والشعر الرومانسي وليه اغنية الحقيقة يهمني ان انا اخرج بها فاصل بس عايز قبل ما اخرج فاصل اقول لكم انه ميزة وقيمة بما انار بنتكلم عن قيم الجمالية للانسان والقيم التي يجب ان تتوفر في البني ادم لانه يبدو لي انه المصريين حصل فيهم حاجة يعني اتخبطوا على رأسهم رغم ما تفعله الحياة الدولة في انها تعيد بناء الانسان وتعيد بناء الشارع اما تلاقي الشارع نظيف وكباري وارصفة وانارة وكهراء مفروض يعني دا يديك انك عايش في بيئة وقضاء العشوائيات بتلاقي بيئة نظيفة فالمفروض انت تتماها وتتصق مع هذه البيئة النظيفة وتكون نظيف من جوا من برد فانا الحقيقة مأمون الشنوي كان من الناس اللي في جيبه مش ليه معروف يعني حتى كان يقابل اي متساول يطلع اللي في جيبه ويقول له ايه انت اسمك ايه فانسان يقول له عبده يقول له عبده دول 100 جنيه تعرفهم او دول 5 جنيه بقى مثلا اتفضل يا عبده اتعرف على الخمسة ومده له 5 جنيه أما مأمون الشنوي هو اللي قدم سيد مكاوي للسحة الفنية مأمون الشنوي هو اللي قدم بليغ حمدي للمكلسوم وعمل معها أنساك ويوم وليلة ودارة الايام من اجمل مأمون الشنوي هو اللي قدم سيد مرسي وبرضو في سواء